في شركة عاصي زين قال هتسافر عاصي هو مركز في الورق اللي قدامه ايوه الحفلة بتاعت بكرة دي مهمة قوي زين قال له تمام انا هجهز لك كل حاجة هناك عندي رحمة ديانا قالت دكتور رحمة قالت اف ايه فيها ديانا ممكن اطلب منك طلب رحمة مشاكسة ديانا مش ملاحظة انك بقيت تاخدي علي قوي احنا عارفين بعض من اسبوعين بس اوه حلوتي يعني ما راح تساعديني في ايه بقى قولي في حفلة بكرة هتتعامل انت عارفة يا رحمة ان حلمي اكون مهندسة كبيرة والحفلة دي هيكون فيها تجمع كبير من اكبر المهندسين بالعالم وانا عاوز احضر الحفلة دي بس خايفة احضر لوحدي انا معي تذكرتين شو رأيك تجي معي بس انا دكتورة مش هارفة اقلم مع الحفلة دي ديانا بحزن تارفي انا كنت بعرف ان ما حد راح يكون معي انا هيك طول عمري ما عندي رفقات رحمة بسرعة قالت لها رح نشتري فستان جديد لحتى يكون مناسب للحفلة هتجي معي يا الله طب يلا نطلع نشتري الفستان ليه يا وليك بسرعة يا بنت ديانا بدموه فرحة قالت انا عن جد بتشكرك انا ما تخيلت انك راح توقفي جنبي شكرا كتير طب يلا بينا يا ديانا بدل مغايا الرأي تاني يوم كان بينزل عاصي لمطار امريكا وهو حاسس بالاخباطة وحاجات كتير مش مفهومة لكن دقات قلبه كانت متسرعة ومتلهفة عند رحمة كانت بتجهز للحفلة ولبسة فستان ازرق طويل كان شكله جميل جدا عليها نازل عليها كأنه مصنوع مخصوص ليها وكانت فردة شعرها وحطة ميكاب بسيط طلعت قلبة صغيرة من الدرج وفتحتها كان فيها الخاتم اللي عاصي ادهولها قبل كده ابتسمت ولبسته ديانا بصدمة وانبهار قالت سبحان الله شو هالجمال فعلا سبحان رب العالمين رحمة بدحكة طب يلا بينا يا أختي عند عاصي في القتل كان لابس بدلة سودة شيك جدا وحتى برفانه المميز وصرح شعره فهو كان وسيم جدا واسمته كان التبدف لمعت عينه زين قال يلا بينا عاصي قاله يلا في الحفلة كان فيه رجال وسيدات أعمال كتير جدا رحمة نزلت من عربيتها وبصت للمكان ديانا قالت يلا ما تخفيش رحمة قالت لا أنا حضرت مؤتمرات كتير جدا قبل كده ما تخفيش انت لكن فجأة وقفت وقلبها بتدى يدق بسرعة جدا ديانا قالت شوفي ولا شيء ولا شيء دخلت مع ديانا القاعة عند عاصي نزل من العربيته قدام القاعة وسط نظرات الاحترام من الكل فهو حتى بعد ما ساب عيلة الرشيدي وأسس شركته الخاصة فهو معروف بذكاؤه داخل القاعة رحمة قالت مبسوط يا ديانا قوي قوي بقولك أنا راح اتعرف على الناس فيك تطلب شيء تشروبي أوكي رحمة كانت بتفضل تتحرك في القاعة وهي مبتسمة وبتفكر في اليوم اللي عاصي أخدها المطعم وكان مزينه بالورود ويوم اليخت اللي كان في البحر كانت سرحانة وخبطت في حد رحمة قالت اوه ايام سوري دونت ووري مادام انتي عربية ايوه عربية مصرية ماركب ابتسامة قال اتشرفت بمعرفتك انا بتكلم عربي كويس قوي تمام بعد اذنك ممكن اعزمك على مشروب ونتعرف باي صفة الحفلات دي الغرض الرئيسي منها التعرف بين رجال الاعمال بس انا مش سيدة اعمال انا دكتورة جراحة طب كويس ده بداية التعارف تشربي حاجة فين جان قهوة مظبوطة اوكي عند عاصي كان واقف مصدوم مش مسدى انها قدامه وبكل الاناقة والجمال ده معقول القدر مصمم يحطهم في طريق بعض ماركي قال تسمحيلي بالرأسة دي هأسفم عاصي بغيرة مسك ايديها ورح ناحية الاستيج وبدأ يرقصه سوا ماركي كان لسه مصدوم ايه ده رحمة قالت عاصي سفرتي ليه وليه قعد مين ده وتعرفين منين هو انت بتحبني يا عاصي ولا لأ ولو بتحبني ليه لما عرفتني مش اختك سبتني عاصي كان بيبص لها وهو ساكت رد لو سمحت انت بتحبني لا رحمة انا كنت فاكرة اني بحبك بس بعد الرحلة اللي عشناها دي عرفتي اني كنت مهم مش اكتر بجد عاصي ساب ايديها وبعد عنها بسرعة رحمة كانت وقفة بتبص عليه وهي عايزة تعيط الجرسون كان معدي جنبها وفيه مشروب زي الميا اخدت منه ومن غير تفكير شربته مرة واحدة رحمة بخضة اه العرف ده وبعدين حست بتقل في دماغها لانها اصلا مش متعودة على الشرب عاصي كان بيتكلم في الموبايل ودخل القاعة وشافها مش على بعضها رحمة انت كويسة هو انا شربت ايه دماغي دماغي انت شربت بصي عاصي انت وحش انت مش عارف بحبك قد ايه انت غبي وانا اغبى منك عشان بحبك وبالرغم من اي حاجة انا انا بحبك قوي وانت كنت وحشني قوي لدركة اني عايزة بوسك طمت بوسين اه انت قليل الادب قل اقول لي اهو انا لسه على زمتك ولا طلقتيني انا ما طلقتكيش يا رحمة لاني كنت فاكر انك اختي وما فيش اتنين اخوات بيتجاوزوا لكن بعد ما عرفت الحقيقة مجاش في بالي ان اطلقك رحمة جمتت عينيها وقربت منه وحضنته خلاص واتطلقني عشان انا مش عايز افضل بعيد عنك عاصي بتسم بحزن وحس بيها وانها بتنام رح شالها وخرج بيها من الحفلة واستنظرت الكل حطها في عربية وطلع على بيتها لانه كان عارف عنوانها وامتبعها من زمان عاصي قال رحمة الباسورد بتاع الشقة ايه تاريخ اول مرة تقابلنا فيها فاسم البوليس عاصي بستلها باستغراب ورح كتب الباسورد ودخل البيت مسك ايديها ولقاها بتنام على روحها شالها ودخلها قضيتها وحطها في سريرها وغطها كويس وفضل قاعد جنبها عاصي قال نفسه اقولك اني بعشائك يا رحمة مش بس بحبك وانك اغلى حدا عندي لكن انا مش عايزك تربطي حياتك بواحد ملوش اصل زي قرب منه وبس رصها بحنات فهو ما كانش قادر يبعد عنها فهو وقع اسير ليها والحبها حسن بيها متجوبة معاه وهي فقد الوعي حضنها قوي بسرعة بعد عنها قام وخرج من القطع ومن الشقة كلها وهو متوتر تاني يوم رحمة قامت وهي مش فكرة بعض الحاجات لكنها كانت فكرة لما عاصي شالها وخرج بيها من الحفلة وبعد كده بح مش فكرة اي حاجة كله ميح رحمة قالت اه يا دماغي هو نايل اللي شربته ده استغفر الله العظيم عاصي بسرعة قامت واخدت دش وغيرت هدومها لبست لبس كاجول مسكت موبايلها وخرجت في العربية كانت بيبص لأي الدكتور ويليا مرن عليها اكتر من مرة وفي رسال كتير فتحت رسالة الدكتور ويليا رحمة اوعيت خروجي قرروا يصفوكي لحتى تكوني عبرة لكل شخص بيدخل بشغلهم رحمة حست بان العربيتين اللي وراها بيرقبوها وبقت تزود في السرعة الشخص اللي في العربية اللي قصدها طلع سلاحه ووجهه ناحية ازازة العربية الازازة تكسر وهي بقت تصرخ وتزود سرعة العربية ومسكت التليفون رحمة بصريخ قالت الحقوني عاصي كان في الموبايل الرد عليها بخدة وهو سامع صدار بنار رحمة 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 التليفون وقع من ايديها وهي بتحاول تتفادى الطريق كان طريق الجبل لكن للأسف دخلته وكان طريق صعب جدا انها تمشي فيه بالسرعة دي رحمة بقت تحاول تفارمل للعربية لكن لقت الفرامل متشالة صرخت بكل قوتها وهي شايفة العربية ونهاية الطريق الجبلي وانها ممكن تقع في المنحدر الشخص ده طلع مسدسه وصاوبه ناحية رحمة وفجأة بدأت تنزف والعربية كانت على اخر حجة وتقع في المنحدر شخص تاني قال اقتلها الاول باستمتاع قال له لا هي كده ولا كده هتموت ما فيش حد هيقدر ينقذها ويخرجها من العربية انا باستمتاع اكتر وانا بشوف الناس بتنوت بالبطيء بسرعة يلا خلينا نخلي المكان في العربية كانت رحمة بتتهز وبتقفل عينيها عاصي ما كانش قادر يتحمل اكتر وهو مش عارف في ايه عاصي قال رحمة ردي علي رحمة انت فين رحمة ببطء مادة ايديها وحاولت تمسك الموبايل عاصي انا انا متصابة والعربية على واشك اللي هتوقع في الملحدر هايز اقول لك اخر حاجة انا بحبك بجد بس للأسف القدر دايما له رأي اخر عاصي بسرعة اخذ مفاتيح العربية اللي معاه وطلع وهو لسه بيكلمها رحمتي فين ارجوكي وليلي انا فيه على طريق الجبل وفجأة الموبايل واقع من ايديها والعربية بقت بتتحرك ببطء وعلى وشك الانزلاق وهي بتفقد الوعي من كتر النزيف اللي اتعرضت له تفتكروا رحمها هتعيش وهتفلت منها ولا هيكون للقدر رأيي تاني قلوا لنا توقعاتكم في الكومنتات وما تنسوش تعملونا الكومنت حلو زيكم ولايك وشير وكمان اللي مش مشترك بسرعة يشترك علشان يشوف الجديد كله يلا ثلاث